في خبر تاني برضو عرض سعودي لشيكبالا واللعب يرفض اتفاق مع الادارة على التجديد يعني من خلال مصادرنا ان شكبالا جلوا عرض من الدور السعودي بس الدرجة التانية أنا من الرأي بلا داعي أنا عند الشيكبالا يقعد في نادي الزمالك حتى لو موسم مع احترامي طبعا للدرجة التانية في الدور السعودي بس برضو انت بتلاعي في نادي الزمالك يعني ما هو لو انت جالك مثلا لو جاله عرضه ده صعب طبعا ان هو يلعب في دور الدرجة الاولى لانه برضو عامل سن والزرق يعني برضو اليقى البدنية ودي اللي انا بتكلم دايما فيها وخصوصا كمان ان الجماهير بتاعد تهاجمني وبتزعل مني يا جماعة والله ما هي دي هي دي سنة الحياة هي دي سنة الحياة ليك سن معان فطبعا اكيد ان شكبالا هيرفض حاجة زي كده لان تواجده في نادي الزمالك افضل ما يروح مع احترام يلعب في درجة تانية في الدور السعودي يعني وفيه من خلال مصادرنا ان فيه فيه مفاوضات مفاوضات ما بين نادي الزمالك مع الوكلاء يعني دايما بنسمع تصرحات ان ما فيش تعامل مع الوكلة وما فيش تعامل مع الايجنت ولا تعامل مع اي حد لا على فكرة هو فيه تواصل فيه تواصل مع الوكلاء لان خلالنا نتكلم برضو نادي الزمالك يهموا ان فيه اكتر من يعني اكتر من كزا لعيب يمشي يستفاد بيه من ناحية المادية اما موضوع يعني مفيش مفيش كلام مع الوكلة لأ دي دي صعب اولا ما ينفعش نادي ما يتعاملش مع وكلة لان من الاخر هو اللي بيقدر يسوى لك اللعيبة وهو اللي بيقدر يجيب لك اللعيبة فدي فدي موجودة في كل الاندية مش هتتعامل مع وكلة فانت من الاخر هتعمل ايه يعني انت اللي هتروح تجيب اللعيب ده من نفسك صعب لان خلاني اتكلم معظم اللعيبة اللي موجودة في الدور مصر او حتى بره كلهم دلوقتي اللعيبة المميزة عندهم عندهم ايجنت ليهم عندهم وكيل بالنسبة لهم هو اللي بيسوى فما عرفش هل يعني خصوص كاملين شكبالة من اجل تسويق الرحيل الدوري يالو السعودي دوري الدرجة الاولى يعني انا بيعتبر بالنسبة لنا احنا الدرجة التانية لا انا بقول ان شكبالة يعطي يعني عيب عيب انه برضو يروح يلعب في درجة تانية يعني عيب يعني برضو اه ممكن الناس بتختلف معايا بس انا اتكلم بصراحة لا انا عندي شكبالة يقعد وحتى لو نادي الزمالك مش مش عايزه فهيعلن اعتزال يعني افضل افضل واشك وحتى يبقى اه تبقى يعني الشكل افضل ليه هو اما موضوع ان يمشي يروح درجة تانية في الدوري السعودي فانا مش يعني مش بصراحة مش مش حلوة لا انا عندي يقعد في نادي الزمالك على الاقل يلعب موسم وبعد كده يعلن اعتزاله افضل ما يروح يلعب في درجة تانية اه يعني طبعا انتعارفين طبعا ان الونش كان بعيد في الفترة الاخيرة وانا واحد من الناس من الناس اللي بتحب الونش جدا لعب مقاتل ولعب مميز وعلى فكرة كان اضافة النادي الزمالك في فترات كتير جدا وكان بيفرق مع نادي الزمالك تعالوا بص كده اول ما الونش تشيل من حتة الدفاعية بعد الاصابة بتاعته طبعا ربنا يشفيه لان هو من اللعبة المحترمة ومن اللعبة فعلا الواحد لما يجي يتكلم عليها اه لازم تشيد بيها يعني الونش لازم اي حد يجي يتكلم على الونش فهتشيد بيه انا مش بشيد بيه عشان خطر ان هو اه يعني لو انا بحبه بس على مستوى الشخص اللي انا دايما نحطة الشخصية دي بعيد خالص لان انا دايما بتكلم بتكلم على لعب كرة وادقه في الملعب رغم ان انا اول واحد من ضمن الناس اللي هاجمتهم كتير جدا هو كان الونش بس تشتغل على نفسه تطور بقى من اللعبة المميزة اه ابتدأ تركيزه اعلى ابتدأ يبقى تركيزه افضل اتقالك مع نادي الزمالك اتقالك مع منتخب مصر الاصابة دايما هي اللي بتبعد اللعيب خصوصا في الحتة الدفاعية اه طبعا الونش اه يعني خلاص تقال ان هو خلاص رجع الملعب وجاهز بس اتمنى من كابتن معتمة جمال ان انت ما تستعجلش على الونش خصوصا كمان الاصابة كانت صعبة يعني اصابة اه يعني عقق لأي لعب على فكرة وبتعمل مشكلة لأي لعب خصوصا كمان ان الونش من اللعيبة يعني المدافع بيشتغل على الحتة اللي هي الجزء الركب يعني الفنتات بتاعته والحركة بتاعته وسرعة رد الفعل والسبرينت بتاعه كل ده هو الشغل بتاعه على الحتة دي فلازم يبقى فيه يعني ما يبقاش مرة واحدة اه انت محتاجه طبعا النادي الزمالك محتاج الونش بس ينفعش تجيبه زي ما حصل مع اكرم توفيق على فكرة ما كانش ينفع تجيبه تم رميه في المرة واحدة كده في المباراة الصعبة لأ لازم يبقى تدريجي لو النادي الزمالك عايز استفاد بالونش لازم تتعامل مع اللعيب تدريجي اعتقد ان يعني موقف طبعا كابتن معتمة جمال هو محتاجه بس ان انت تبدأ بالونش مرة واحدة كده وتلعبه مباراة مرة واحدة او تلعبه اساسي مرة واحدة فده هيدر الونش وهيدر النادي الزمالك